بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دلوقتي بفضل الله عاوزين ندخل الشعار او اللوجو في حتة معينة طيب خلينا نحزف الكلام ده وننزل المقطع اللي بنعمل تست عليه المقطع ده بيبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم وبيبدأ يشتغل معاك وبعد كده بيبدأ يرد على الاسئلة فلو احنا حبينا نعمل الحركة اللي عملناها قبل كده بسرعة بحيث ننزل الصورة هنا ونيجي عند الجزئية اللي هو بيتكلم فيها نقبر شوية كده دي الجزئية اللي هو بتكلم فيها الصورة كده في بتاعها هيبدأ زي ما هو بمية وهيجي عند الحتة اللي هو قبل ما يتكلم على طول اوكي هتبقى بصفر بالصورة بس سهلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا بيكم في جاوبني تكنولوجي يبدأ يتكلم شوية يتكلم شوية عايزين احنا بقى نعمل ايه عايزين اول لما الكلمة دي تختفي ويجي هنا الاسئلة عالشمال والكلمة دي تختفي نجيب اللوجو احنا هنا علي مين يتحرك يعني فكل ده تدريب لنا من اول هنا تقريبا كده بدأت تختفي صح كده اهي اوكي من اول هنا كده هنجيب الصورة بتاعتنا بتاعت اللوجو اللي هو الشفاف او لو عايز تجيبي التاني وتعمل عليه عمليات براحتك بس انا رأي نجيب الايه اللي هو جاهز يعني يعني مثلا انت دلوقتي لو نزلت اه اللوجو ده اللي هو مش شفاف اوكي وروح تجاي عنده واحبت تعمل مثلا معالجة زي كده والله براحتك اللي انت عايزه حبت تجيبي التاني وتشتغل بيه على طول برضو براحتك ماشي اهو ده تعمل عليه معالجة مثلا انت عملت مزج او بلند ال بلند مدخلته ملتطلاي عشان يتناسب معاك مثلا في حاجة معينة ليه لان انت مثلا ممكن لو اخترت الدركر ما يتناسبش معاك قوي اوكي فلما بتختار الملتبلاي بيبقى اغمأ سنة واكس خلاص ماشي خلاني نشتغل بما فيش مشكلة اهو نصغره شوية كده وايه نجيبه هنا كده ماشي مسلا لو هو مسلا هيدخل من هنا اجيبه هنا في الجزئية دي كده ماشي ونبدأ هو كده هيبدأ معايا هيبدأ معايا من هنا فين يا جماعة هو خلاص دوس هو بدأ معايا من هنا خلاص ماشي فين عايزوا يبدأ يدخل اوكي شغل كده واعملوها ماشي في الجزئية دي يدخل مسلا يعني مسلا فهبدأ اجيبه كده اوكي تمام هنا كده مسلا اوكي فتعال نجرب كده تجربة سريعة واعملوها ماشي كويس ممكن مسلا لو جبنا الساوند جبنا حاجة زي كده في الجزئية دي مسلا كده مسلا او صوت اللوجو يعني هو دخل مسلا يعني مسلا اسمعوا النصائح كل مرة بقولكم كده خدوا بالكم تمام بعد كده يبدأ بقى ايه في الاسئلة بنا ممكن ما احزفش بس تمام خلاص واللوجو ثابت طبعا ايه عشان يبقى ثابت طبعا ايه هتمده بقى هتمده إيه اللوجو عشان عندما يبدأ في القصة يفضل اللوجو ثابت معكم ما استخدمتش واحد من الإفكتس الجاهزة الموجودة في البرنامج ودهاي خليك تبقى فهمة أكتر خد بالك ده مش عيب فيك ده بالعكس ده وانت بتتدرب الحاجاتك أيسا جدا ليك بفضل الله بوص الشغل كده اسمعوا النصائح بالإعليم كل مرة الكلمة اختفت وهو دخل على طول فكده طبعا انت بنفس الفكرة دي ممكن تطلع اي حاجة تدخل اي حاجة بفضل الله زي ما احنا ما شوفنا قبل كده مسلا طلعنا الاندرويد من تحت دلوقتي دخلنا لوجو من الشمال في حاجات عملية تمام عشان نتدرب اكتر يعني الفيديو دو اعتبر فيديو عملي بالنسبة لك فعشان تتجرأ وعشان تجي فيديوهات بجد وتصور فيديوهات وتبدأ ان انت بفضل الله تعمل حاجتك وانت فاهم باحتراف